التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان قوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقائرة حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية وتم استعراض حرص الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية والسلام الوطني للدولتين الشقيقتين التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد العثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرص الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين حيث تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا البلدين عقب ذلك نعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيس الأركان المصري والسوداني تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وأكد الفريق أول ركن محمد العثمان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان مؤشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان مؤشيرا إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين من جانبه أكد الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في كافة المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين موضحا أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار خضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية